كل الإعلاميين وكل المشاهير عاملين الفينير لا بياد ده بس بيلاحظ معاه حاجة كل دكاتر السنان ما بيحبوهاش إنها عاملة بروز أيوة بالضبط السنان بتبقى مش طبيعي بالعربي شكلها فظ إحنا ما بيحبوش إنما هو اللي طالب كده ده بيعتمد على حاجتين الحاجة الأولانية المادة اللي معمول منها الفينير مهم جدا وهو برد أو ما بردش هو مش عايز يبرد دي قصة تانية وبتحمل النتيجة الشكل أوكي لو هنبرد ونعمل طبقة خفيفة بيبقى أفضل شوي ببرد اللي هو النص ميلي الحاجة اللي ما تعملش مشكلة بعد كده ما هو حضرتك بالنسبة للفينير أنا بحط نفسي تحت رحمته طول عمري لو بردت السنان آه لأ مهم إننا نوضح ده آه بحط نفسي تحت رحمته طول العمر آه إنما أنا لو بعمل ما شيل حاجة بسيطة آه أو بخشن السنة عشان ألزقها مش أكتر وبعمل حاجة اسمها إيماكس ممكن أستغنى عنه بعد كده الإيماكس يقع أشيله كله خلاص رجعت السناني زي ما كانت عادي مش مشكلة إن أنا أفضل أجند فيه آه أنا أقول بتعتمد على أنا هعمله إيه والمادة هتبقى شكلها إيه آه لو عملته زوركم بحتاج لسنك معين ولو عملته إيماكس السوكي بيبقى أخف قوي ودي كمان أمانة من الطبيب إنه يوضح للمريد إن أنا لو عملت كذا إنت هتفضل تحت رحمة ده طول عمرك فلازم تفضل طول الوقت تعمل ده اللي إحنا عايزين نوضحه إنك لو برت هتبقى ملزم بالفينير طول عمرك وقعت واحدة وقعت اتنين هتروح للدكتور هيلزقها لك لو دي سهل ما فيش مشكلة لو أنت ببلدك طب لو أنت ببرة هتعمل إيه آه مشكلة دلوقتي في شركات انترناشنال بتدي كارت كده زي كارت الفيزا هي اللي بتبقى عملة الفينير دوت وموجودة هنا في مصر فتروح لفراحة في أي حتة بتروح لفراحة معك في كل العالم أدام أنت بتسافر وحصل أي حاجة بتديك ضمان في أي حتة في أي مكان في أي وقت طيب ده بيتعامل لكل صف السنان اللي فوق واللي تحت ولا على حتة معينة بيتعامل إحنا دايما بقول العيانين لملء شتقايك بمعنى إيه أقصى ابتسامة ليك بتظهر فيها السنان هي اللي هعملها بس آه يعني يعني أنا بعمل لغاية الضواحك ما بعملش الدروس لو الدروس هتبان هتطر أعملها إنما في معظم الأحيان ما بعملهاش تمام ده الفينير اللومينيرز بقى الفينير هو اللومينير بس مسمة تان بس كده هو هو اللي هو العدسات اللاسقة في منها نوعين الزركون وفي منها الإيماكس الإيماكس ده حاجة جميلة جدا ورائعة جدا وطبيعية جدا جدا جدا